السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء عندنا سؤال آخر عن الكفاعة محولة كهربائية كفاعتها اللي يشوف أول مرة هذا الفيديو أكو فيديو سابق شرحته على الكفاعة محولة كهربائية كفاعتها 80% ومثل ما قلت لكم إذا نطعك بالسؤال كفاعة قال لك الكفاعة أقل للمية تطبق لقانون الكفاعة أول شيء شيء تطبقي قانون الكفاعة أول شيء تطلع المعطيات المعطيات هو ش نعطيك نعطيك الكفاعة هذه الكفاعة تساوي أنه 80% بالمية والقدرة الخارجة القدرة شنية الخارجة يعني هذا شنو البيتو عندك 4.8 كيلواط ما مقدار القدرة الداخلة القدرة الداخلة مجهولة هسا طلنا بالعزاء القدرة الداخلة والخارجة وعندها قانون الكفاعة ليش تطبق قانون الكفاعة من قتلك يقول لك يجد الكفاعة 80% أو 99% تطبق لقانون الكفاعة يقول لك بيتو على بيوان في 100% يجد الكفاعة طلاب الكفاعة 80% يجد الكفاعة 80% يجد الكفاعة 4.8 يجد الكفاعة يجد الكفاعة مجهولة في 100% هسا طلاب العزاء تبدأ انه انت تطبق رياضيات هسا الحدل هنا انت ما اخذلك فاعة 5 درجات بالوزارة كتبت للمعطيات كتبت لقانون نزلت لقيم تقدر تختصر هي اقدر اختصر هاي بالمية تروحي البالمية هاي المية مقامها واحد ايش راح ينزل عندك 80% تنزل عندك 80% عفو تنزل 10% تساوينا نجي 4.8 في 100 شوف تلعب هذا البوينت يطير ويا الصفر تصير عندك 48 في 10 تصير عندك 480 على بي 1 لهنا يا ايش راح تسوي عندك بسط ومقام هاي مقامها 80 واحد هاي مقامها 80 واحد تضرب بسط ببسط عفو وسطين في طرفين وسطين في طرفين بي 1 في 80 يساوينا 80 بي 1 يساوينا واحد في 480 480 تجي تقسم على جد تقسم على 80 اللي هي بي 1 فهنا طلاب العزاء 80 تروح هي 80 ينزل عند البي 1 و 480 و 480 على 8 بها 6 كيلوات بهالطريقة السهلة طلاب حلينا السؤال يعني هذا طلاب رياضيات يعني انت اللي هنا خلصت فيه تبقى انه اختصارات تبقى تطير الصفر الارقام تجنصا بالوزاري اوكي تجنصا بعدها طلاب هذه المية مقامها واحد صارت 10 هي 48 في واحد 10 480 وهذا البي 1 نزل وبعضيين نزلت الاثمانين وضربنا وسطين بطرفين وحلينا السؤال بكل سهولة كل ما عليك طلاب اتطبق الخطوات طلاب الخطوات ثابت هنه سؤالين فقط عن قانون الكفاءة والسؤال اخر عن الخسائر هل سراح نحل بعد هذا السؤال منها لكم كل التوفيق طلاب هل ورقة راح تلقونها بقناة على التليقرام رابطها موجود اسفل وصف الفيديو مع السلامة